والله أقول من يهدي الله فما لهم مظل ومن يظل فما لهم منهات هذه حصل لي موقف طلال الدوسري تعرفون الشيخ أبو فالح ما شاء الله عليه يعني قبل عشرين سنة تقريباً رحنا للنسيم أنا صالح وصلينا بالمستة اللي بشارع أربعين بالنسيم اللي منارتين والله يوم صلينا وخلاص نتقدم أبو فالح طلال الدوسري يقول بعض هكالي كلمات اللي عبره ما شاء الله تبارك الله وموفقين ويستمر بشي اسمه هذا بأنه صايح والخير والي يسلم والله قضينا يوم منه قضينا لو والله أنه يوم منه دخل هكالواحد وراه اثنين قال واسلام ماسلام 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 من الشارع جاء اثنين عندهم الباب الجنوبي من الامة العديد واحد دالسلام وواحد حرب سبحان الله العظيم شفت من يهدي الله فما لهم مضل وهذاك ما نفع بشي يسمعون كلام طلال الدوسري من وراء مع المقرفون اللي بره هذا أسلم وهذا كرم والله دخل علينا وسلم عليها أنت طلال الدوسري الله يزاق خير وقال ما شاء الله سلموا على أخيكم سلموا عليه وما استبشر وما استانس وعيون وحالة مع الناس أول مرة بالتاريخ مرة على هالشي ذا ما يدري وش مصيره سبحان الله لكن إلى خير المرة الثانية قالوا فيهم خيم من للشباب باستاذ الملك فهد مخيم من للشباب يتمعون بعد العشاء والله يتمعنا حنا يوم صلىنا العشاء وحن نجي لو والله الشباب واجد والناس ما شاء الله عليهم حريصين على الخير تكلم طلال الدوسري اللي الله وفقه بالكلام بعضه الكلام الطيبة ليجذب للناس اللي برر والله يوم أخذنا شوي قال هاك الواحد هذا ولد توه صغير يلا نبه يقرأ القرآن وهو يبتدي منين أنت جذع ما هو تبير يا شيخ بن والله يمكن بحدود عشر سنين أو عشر سنة ايه والله وهو يستمر ويقوم يقرأ من الفاتحة على طول على البقرة على العمران مستمر انبسط طلال الدوسري ومسطه مثلا أخياني معه وحن كذلك وكنا مسرورين قال وانبوك والورع يقوم إلى الدرويس وذانهم صل ما يدري وش يقول كلام العربي لا يمكن يعرف أي شيء فالقرآن سبحان الله العظيم قال واحد هذا ما يعرف عربي والله يا أخواني أنا ما أدري هو هندي ما أدري بنغالي لكنه من الأسرها الطيبة هم غيب القرآن كل القرآن بسادرة سبحان الله العظيم ايه بالله ويجي واحد قال وانبوك لو الله ما غير عواناته قال ما يعرف عربي نهيل ولا كلمة إلا القرآن لا إله إلا الله فهم يغبطون كلام رب العالمين هذا شيء عظيم والإنسان يحاول قدر ما يستطيع والتوفيق ترى هين يسير على المسلم لكن متى يسلم مثلا هذا هو الضعوف لبرة سبحان الله والحمد لله يا أخواني الذي جعلنا مسلمين الحمد لله ونشكر واتحصل مثلا مواقف طيبة تسر والله السدور ويستبشر المسلم بالناس اللي يسلمون نعم هذا ترى من نعمة الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في الصحيحين يا ابو عبد الرحمن عندما أرسل معادة لليمن شو قال لهم أو شيء وندعوهم